موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبيبي؟ طلاب الصفة السادس اليوم إنا نأخذ الدرس الأول في الوحدة الثانية صفر واحد ما يعني صفر واحد؟ هاي صفر وهي واحد الصفر يا حلوين عبارة عن إشارات كهربائية والواحد إشارات كهربائية بفهمها الحاسوب بالحاسوب ما بفهم غير كهربائية وعملوا لها ترميز وهذا إن شاء الله اليوم رح نعرفه مع بعض يالله خذوا نفس إهدى أستر خدر السهل وبسيط وهو أساس يعني كثير شغلات في التكنولوجيا طيب مستخدم في حياتنا اليومية وتعاملاتنا بي وشراء وقياس أطوال وحساب مساحات وأحجام نظام العدي العشري شو نظام العدي العشري؟ يعني من سفر لوين؟ لتسعة هذا العشري اللي بتكون من عشر أرقام بس جهاز الحاسوب بيستخدم نظام آخر من أنظمة العد شو هو؟ هذا هو بواسطه بتمكن من تمثيل البيانات وحفظ المعلومات ومعالجتها وهذا بنتعرف عليه شو بيستخدم النظام؟ طيب استخدم الإنسان منذ القدم من نظام العشري في العد وكان يستخدم أصابه العشرة لعدل أشياء في محيطه وكان بيستعين بأصابع شخص آخر في حال فاق عدد الأشياء العشرة حيث كان يمثل كل عشر أصابع من أصابع يده إصبع واحد من أصابع الشخص الآخر أي أن الشخص الأول بيمثل الخانة الأولى الأحد والثاني شو بيمثل العشرات؟ وظل الأمر إذا اخترعوا الكتابة وبعدها عملوا لنظام لصيغة كتابية يعني بقوا يعدوا بيديهم كيف بعمل الحاسوب من الداخل؟ طيب الحاسوب يا حلوين اطلع جيب ضو وجيب مفتاح تمام؟ مرة حط on يعني شغل ومرة إيش؟ إفصل أول ما بيشغل بضوي أول ما بيفصل بطفي صح أو لا؟ هاي إذا بتغلق المفتاح شو بتلاحظ؟ بطفي المصبع أي آسف إذا بتغلق المفتاح يعني حطيت على on يعني بيولع إذا فتحت المفتاح شو ماله؟ إيش؟ بطفي ديروا بالك وفتح الدارة على أنك تفصلها هيك الματα تغلق الدارة على أنك تركب سلاك عبا أيواء المهم حالة المفتاح مغلق شو منقول حالة المصباح يعني بضوي يعني مشغل مفتوح غير مشغل يوم بغلق الدارة يعني إني بوصل الطيار الكهربائي أفتح الدارة يعني إني أقطع الطيار الكهربائي ديروا بالك كم حالة يوجد للمصباح؟ حالتين يا مغلق يا مفتوح هل يوجد حالات ممكنة أخرى لا ما في كيف في حالات أخرى ممكنة يا بضوي يا إيش يا بضفي لو رمزنا الحالتين السابقتين بالرموز الآتية الرمز سفر شو يعني المصباح مطفى الرمز واحد يعني المصباح مبضيء يالك استخدم الرموز الجديدة وعب الجدول إذا مغلق شو قلنا الرمز بيكون صفر واضح آسف قصد إذا آسف تمام المصباح بالرموز يوم بيكون مغلق بيكون مضوي شو يعني واحد وإذا مفتوح شو بتحط الرمز صفر لأنه شو ماله طافي أيوة بنستنتج من النصالات الشرق السابق إنه الدارة لها حالتين يا فصل وبنرمزلها بالرمز صفر أو وصل وبنرمزلها بالرمز واحد وهذا جهاز الحاسوب بس بفهم على الطاقة الكهربائية وبميز بين الحالتين هذون اعتمدوا حالات الدارة الكهربائية في الفصل والواصل عشان يتعاملوا مع البيانات داخل الحاسوب شان هيك تمثيل البيانات داخل الحاسوب بيكون باستخدام إحدى هتين الحالتين واعتمدوا الرمزين سفر وواحد عشان يكون النظام عددي شو سمنا النظام الثنائي كمان مرى الحاسوب بفهمش إلا كهربائي عشان هيك شو حطينا سفر وواحد سفر يعني فيش كهربائي واحد يعني في كهربائي وهيك الحاسوب بقدر يمثل البيانات من هنا نستطيع تعريف النظام الثنائي بإنه أحد أنظمة العد ويتكون من رقمين اثنين هما السفر والواحد بيعبر رقم واحد عن وجود قيمة كهربائية وبيعبر رقم سفر عن عدم وجود قيمة كهربائية وهذا النظام بيستخدم الحاسوب في مبدأ عمله ومعالجته وتخزين البيانات طيب نأخذ البيت والبايت شو يعني البيت والبايت هاي أسماء أسماء لشو أسماء لإيه لأ المعلومات كل طالب قام بتركيب دارة كهربائية في النشاط رقم واحد وفي هذا النشاط لثمن طلاب مع داراتهم ترتيب أفقي أما بقيت الطلاب طيب طيب انسوا المهم تقفوا مع بعض وبتلاقوا إن فيه أرقام وربعات الحين بدي إياكم تديروا بالكم نلاحظ من الجدول السابق إن كل تجربة تتكون من ثمانية أرقام يا سفر يا واحد منسمي كل حالة طالب بإيش بالبيت يعني كل يا السفر لحال بت الواحد لحال بت طيب الثمن حالات يعني سفر واحد سفر سفر يعني ثمن أرقام زي هذول شو منسميها بايت شو منسميها بايت طلع الحقانة الثنائية شو منسميها بت يعني الواحدة شايف المربح هذا الصغير بت منسميه طيب كل هما بعض الثمانية شو منسميهم بايت شو من سميها بايت يعني المربع الصغير بت والثمن مربعات من سميها بايت والبيت شو هو الوحدة الأساسية عشان تقيس حجم البيانات المخزنة في الذاكر لاحظات بكوا تحفظوكم الكيلو بايت 1024 بايت الميجا بايت 1024 كيلو بايت الجيجا بايت 1024 ميجا بايت التيرابايت هذولة 1024 جيجا بايت مش بقول عندي نت 3 ميجا 4 جيجا هيك الاشي ديروا بالكو هذو حجم اللعبة مثلا 20 جيجا ايش هان 20 جيجا تطلعوا ل 20 جيجا يعني يعني 1024 ميجا مضروبة في 20 هاي نقاط جدا مهمة للي بيلعبوا الألعاب إذن جميع البيانات داخل الحاسوب نمثلها باستخدام البايت وعلى سبيل المثال فإن الحرف A من مثل تطلع هايو بايت والرقم 9 من مثلو بايت فعندما نضغط على الحرف A في لوحة المفاتيح بتنتقل عبر الأسلاك 8 بيت بتشكل متسلسل أي 1 بايت لجهاز الحاسوب وبعالجها وبطلع على الشاشة الحرف A يعني بالكهرباء إشارات كهربائية إن النظام تمثيل الحروف والأرقام والإشارات على لوحة المفاتيح في النظام الثنائي يسمى بنظام الترميز ASC 2 والذي سنتعرف عليه في الدرس الثاني من هاي الوحدة في المختبر طلعوا الساعة التخزينية للذاكرة هاي هاي الفلاش منقولها فلاش ميموري طلع في عندك شريح الذاكرة عشوائية وعنده قرص صلب وذاكرة خارجية وطلع قدي الساعة المدونة عليها والساعة بالبايت قم بزيارة الحاسوب وعمل هنا يوم بتفتح البرامج في نفس الوقت منلاحظ بطوء في أداء الجهاز لإنه ذاكرة العشوائية إيش بتكون مأخوذة هذا حسب كل جهاز يعني هذا مش حفظ تأخذ من إيش من جهازك مثلا هنا قديش المساحة المستخدمة تطلع هون 15 جيجا والمساحة الحرة 60 جيجا باي هاي هي الفكرة واضح يا حلوين دارس سهل وبسيط ملخص الدارس كلمتين شو هم الحاسوب بيفهمش إلا كهرباء إذا يكون مواصل كهرباء بيفهمها واحد يعني البيت بيكون واحد إذا ما فيش كهرباء بيفهمها سفر يعني البيت بيكون سفر الحين إيش بيخذ الحاسوب إشارات متعددة كل ثمن إشارات مع بعض يعني سفر واحد سفر سفر واحد هذو بعطوها إيش بايت شو بتصير بايت البايت بعدي إيش في عندي كيلو بايت الكيلو بايت ألف وأربعة وعشرين إيه بايت بعد الكيلو بايت عندك الميجا بايت الميجا بايت اللي هي ألف وأربعة وعشرين كيلو بايت بعدها عندك الجيجا بايت الجيجا بايت اللي هي ألف وأربعة وعشرين ميجا بايت وبعدها عندك التيرا بايت اللي هي ألف وأربعة وعشرين جيجا بايت أدود أكون حفظهم طيب أسئلة الدرس أجيب بنعم أو لا النظام الثماني لابد أن يحتوي على ثمانية أرقام من سفر لا إيه لسبعة هذا الحكي مئة بالمئة البايت بتشكل من أربع خانات ثنائية غلط البايت ثماني خانات ثنائية ثمانية يتم تخزين البيانات داخل الحاسوب على شكل أرقام عشرية أرقام ثنائية يعني ثنائية إذن هاي غلط كلما كان حجم الملف أصغر استهلك مساحة أصغر من ذاكرة الحاسوب صح بكلما كان حجم الملف أصغر بيستهلك إيه من مساحة أصغر أذكر نظام العد المستخدم في كل مما يلي عمل جهاز الحاسوب شو أنه نظام نستخدم جهاز الحاسوب الثنائي قراءة عداد الكهرباء الكهرباء ما هي من سفر لا تسعة اللي هو العشري لو فرضنا أن كل حرف من حروف اللغة العربية بحتاجة ثمانية بت لتخزينه في الذاكرة ما حجم الذاكرة تازم تخزين كلمات القدس هاي واحد اتنين ثلاث أربعة خمسة خمس أحرف يعني خمسة ضرب قدية ثمانية وبنحطه بحجم البعد خمسة ضرب ثمانية قدية اللي هي أربعين بت واضح عنا كل حرف ثمانية بت يعني خمسة ضرب ثمانية أربعين بت أربعين بت شو يساوي ما احنا قلنا إن كل ثمانية بت شو تساوي واحد بايت وعشان هيك فمعناته قديش فمعناته بلزمها هاي خمسة بايت كل حرف ايش بايت واحد خمسة بايت تلزم لشو لتخزين كلمة القدس بس بدها خمسة بايت كل حرف ايه بايت هاي بايت اتنين ثلاث أربعة خمسة واضح أربعين بايت ما هي بتساوي قديش خمسة بايت حسبت الرياضيات بسيطة واضح يا حلوين بنشوفكم إن شاء الله في درس قادم ودرسه منيح إلى اللقاء